طيب الله خاطركم وقصة جديدة معكم دكتور حسام أبو فرسخ استشاري تشخيص الأمراض قصة اليوم حقيقة هي قصة قديمة لكنها لها عبرة لذلك سأذكرها لما كنت بسنة الامتياز كنت خريج الكويت كلية الطب من الكويت فكنت أنا دائما أنظر إلى كل الحالات اللي بتدخل في المستشفى قصة الحالات اللي فيها مشكلة سواء كنت أنا داوم أو أنا على المناوب أو غير المناوب بذكر مرة جاء مريض مصري مزارع وجاء مقمع عليه لأحد الوحدات اللي غير وحدتنا فلما فرغ الاستشاري والمجموعة دعته من النظر إلى المريض أنا جيت إلى المريض وكان موجود أحد أقاربه فسألت المريض كان المريض مغمى عليه حكا لي القريبه أنه مريض مزارع وبيعمل أحد بأحد المزارع ووجدوه مغمى عليه في الغرفة فحصت المريض أكثر ما لفت انتباهي وأكثر ما حقيقة بحثت عنه هو بؤبو العين فوجدت بؤبو العين عنده كثير صغير كما تتوضح هذه الصورة التوضيحية فتكلمت مع الدكتور المستشار المسؤول الوحدة وحكيت له أنا حقيقة شاكك أنه هذا المريض كونه أنه مزارع كونه بؤبو العين مسميه بالإنجليزي paint point pupil بشك أنه يكون عنده organophosphorus toxicity يعني من المسممات الحشرات إذا زادت عن حدها قد تؤثر على الإنسان وتؤدي إلى إغماء وتؤدي إلى أنه بؤبو العين تكون صغيرة حقيقة المستشار أخذ كلامي نوعا ما بجدية لكن بنفس الوقت ما استطاع أنه يثبت ذلك فلكنه بناء على كلامي راح بدى المريض بالعلاج المناسب أعطاه أتربين يعني هذا جزء من العلاج وسواله غسيل لا المعدي فالمريض الحمد لله يعني تحسن كثيرا بعد طبعا ما ودوا على الإنان مركزة بعد يومين تحسنوا كثيرا ونزل الرئيس الوحدي حقيقة يشكرني على هذا التشخيص الذي حقيقة نجيت في هذا المريض المزارع من الموت المحقق لأنه إذا كان ما تشخص هذا المريض في الوقت المناسب كان هذا سيؤدي إلى وفاته وطيب الله خاطركم مع قصة جديدة أخرى ترجمة نانسي قنقر